بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي ان شاء الله اليوم راح نتكلم عن استعراض عام لوظاف وتركيب العضيات الخلوية وراح نتكلم عن عضيات بسيطة جدا اسمها الليسوسوم عضيات اسمها الليسوسوم طبعا تركيب هذه العضيات الليسوسوم تركيب دائري مقلف بجدار يحتوي على الانزيمات الخاضمة طبعا وظيفة هذه الليسوسوم ترتبط بعملية الحضم المواد التي دخلت دخل الخلايا ايضا تكلمنا عن شيء اخر نوع من الانواع العضيات القديمة اللي تكلمنا عنها في الدروس السابقة اسمها حويصلة قذائية طبعا هذه الحويصلة القذائية مرتبطة بالليسوسوم وهي عبارة عن فراق محاط بجدار يحتوي بداخلها على مادة قذائية مبتلعة بواسطة الخلية وهو تركيب لهذه المادة بعد ما يتم ادخال المادة الغذائية المبتلعة بواسطة الخلية عن طريق الحويصلات القذائية تاخذ هذه المادة وتجعلها تتحد مع العضيات هذه العضية اللي يسمها الليسوسوم تاخذ هذه المادة طبعا تقلفها بجدار يحتوي على انزيمات والانزيمات تكلمنا عنها انها مادة تسرع العملية الكيميائية وبعد ما يتم تسريع العملية الكيميائية يتم هضم المواد التي تم افرازها بعد الافراز التي دخلت داخل الخلية اتمنى ان يكون فهمتوا عضيات الليسوسوم واتمنى ان شاء الله الدروس القادمة نتعمق فيها الى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خالد بن سعود لحليبي